اذا متابعين الكرام هذا المشهد اللي كتشوفوا الان امامكم على الشاشة من الزيارة المضحكة والمتيلة للسخرية اللي دائرها عن مجد حشاكم الرئيس الدمية ديال حضارة الجزائر الى البرتغال ودائما فيما مشاهد خونا كده الراسه ضحكة كرجع راسه اضحك بكل ما تحمل الكلمة من معنى فشاهدوا هذه اللقطات المتابعين الكرام لا كاريزمة لا شخصية لا بروتوكول لا شخصية ديال الرئيس خونا تالف وما عرفش راسه باش من بلي خونا غادي وشد في اليد الرئيس البرتغالي وغادي معاه للمنصة اولا لمكان التقاط الصورة وفرحان وكأنه طفل صغير باش تعرفوا المتابعين الكرام بان هذا الزيارة ما عندها لا اجندة ما عندها لا اساس ما كانت مخطط لها فقط لان البرتغال دارت قمة مع المغرب مع المملكة المغربية ووقعوا مع المغرب العديد من الاتفاقيات والبرتغال اعلنت الاعتراف بمغربيات الصحراء ناض نظام حاضرة الجزائر مش صيفة عبن جيد حشاكم هاد الادحوك هاد البهلوان لكتشوفوا فات اللقطات الى البرتغال باش يقولوا شوفوا وراه تحنا مشينا البرتغال وتحنا التقطنا الصور فقط هاد الحركات اللي ديال عبن جيد حشاكم امام هاد الرئيس البرتغالي توضح كل شيء تلخص كل شيء توضح لنا على ان نظام حاضرة الجزائر فاقد لكل الموازين وفاقد لكل شيء فقط يهرول وراء المغرب المغرب مشا البرتغال هم البرتغال مغرب مشا دولة اخرى هم الهات الدولة الاخرى كحاولوا يقلدو المغرب في كل شيء لكن الفرق هنا وهو ان المغرب يتحرك بملفات كمشي بامور اقتصادية كمشي بامور مهمة وتعود بالمنفع على البلدين فحال مثلا الملف هي اتتنظيم الكأس العالم ما بين المغرب وابرتغال ونظام حاضرة الجزائر كسافة للمجهد حشاكم كيف ما تشوفوا في الصورة كما قلت لا كاريزما ولا بروتوكول ولا شخصية ديال الرئيس قيرت درسه أضحوك وكنشوفه مثل هذه اللقطات المتيرة للسخرية وكنشوفه حالته لحضيرة الجزائر خائب وخالي الوفاد هذه هي الحالة متابعين الكرام ديال حضيرات الجزائر متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم